موجز التربوية أهلا بكم أهلنت وزارة التربية تمديد موعد استلام الأوراق التبوتية المطلوبة لاستكمال إجراءات التعيين في مسابقة انتقاء المعلمين الوكلاء حتى السادس عشر من الشهر الجاري وأشارت الوزارة إلى أنها حددت فترة التمديد بدءا من اليوم حتى يوم الخميس في السادس عشر منه وكانت الوزارة قد مددت في السابع عشر من حزيران الماضي موعد استلام الأوراق التبوتية المطلوبة لاستكمال إجراءات التعيين في مسابقة انتقاء المعلمين الوكلاء حتى الثاني من تموز الجاري تقدم اليوم تلاميذ شهادة التعليم الأساسي لمادة العلوم العامة والصحى بأجواء من الهدوء وفرتها وزارة التربية مع اتخاذ الإجراءات كافة للتصدي لفيروس كورونا مكتب التوجيه الأول لمواد علم الأحياء والفيزياء والكيمياء في وزارة التربية أوضح أن أسئلة مادة العلوم العامة والصحى لطلاب شهادة التعليم الأساسي نظام قديم وحديث تنوعت بين الموضوعية والمقالية وكانت شاملة للمحتوى المدروس والمستويات العلمية ومنظمة ومرتبة من السهل إلى الصعب حيث كانت الأشكال واضحة وخريطة المفاهيم وسؤال قارن من الأسئلة التي تربط المفاهيم مع بعضها بعض من دروس عدة وتقيس المستويات العقلية العليا مع مسائل وتطبيقات علمية في الفيزياء والكيمياء كما كان سؤال الحالة يربط المفاهيم مع البيئة والتطبيق ختام الموجز نلقاكم في تمام الخامسة والنصف بنشرة مفصلة بأمان الله